طيب الألعاب الجماعية بتختلف عن الألعاب الفردية يمكن الألعاب الفردية بيتحمل فيها المسؤولية كاملة اللاعب والبراشر والضغط النفسي اللي بيبقى موجود على اللاعب غير الضغط النفسي اللي بيتوزع على الفرقة كلها تقييمك لفكر إدت الأداء اللي موجودة عند اللاعبين في الألعاب الفردية وفي المنتخبات الجماعية اللي لعبت باسم مصر طيب يعني لو حنتكلم عن المنتخبات الجماعية يمكن نحن لعبنا كرة قدم، كرة يد، كرة طايرة كورة الطائرة إلى حد ما ما كناش متوقعين منهم كتير لأن المجموعة فعلاً كانت صعبة جداً بكلم على بولندا، برازيل، إيطاليا فكانت المباراة قوية جداً ما كناش متوقعين منهم حاجة منتخب كورتي لات بالعكس إحنا كنا متوقعين منهم كتير جداً خصوصاً إنهما فاجؤونا بصراحة بنتاج ممتازة جداً في دور المجموعات يمكن التعادل مع فرنسا، الفوز على النرويج النتاج دي كلها بدأت ترفع سقفة محطنة إنهما بإذن الله يقدروا يحققوا مداليا ده ما حصلش وتأهلوا في دور التمانية قدام منتخب أسبانيا وخصه يعني لا برضو ممكن نقول إن المنتخبات الجامعية كمان تحط عليها ضغط كبير جداً كلنا كنا متمنين منهم إنهما يحققوا مداليا منتخب كورة القدم كذلك يعني يمكن رفع سقفة محطنة بالفوز في الربع النهائي ووصوله لنص النهائي كمان قدام منتخب فرنسا وكنا متقدمين على منتخب فرنسا في عقر دارهم يعني كل ده رفع سقفة محطنة مع الألعاب الجامعية ولكن مع ذلك إحنا برضو زي ما حضرتك زكارتي الألعاب الفردية هتفضل هي الألعاب اللي احنا بننفس فيها واللي احنا دايماً نحطين عليها الأمل قبل ما نسافر يعني يمكن لما كنا بنتكلم عن خمس مديليات أو حاجة كان كل أملنا في الألعاب الفردية أكتر من الألعاب الجامعية اللاعب أحمد الجندي حتى من رقم الأولمبي في الخماس الحديث نقطة مضيئة وسط كل اللي بيحصل نراهن عليه إزاي فلوس ألموس والله إحنا نراهن عليه برضو النهاردة بإذن الله أنا حيلاعب النهائي إن شاء الله النهاردة الساعة 6 ونص هو مهند شعبان يعني الجندي ما شاء الله ماشي على خطة ثابتة يعني أحمد الجندي يمكن هو صاحب فضية توكيو 2021 وبنتكلم النهاردة بإذن الله بإذن الله نحقق مداليا زهبية كمان هو أحمد الجندي بقاله فترة يعني حتى في بطولات العالم وفي كسات العالم يعني وقت ما بنقول مثلا أخفق أو محققاش نتيجة كويسة بنتكلم في مركز رابع ومركز خامس أحمد الجندي ما شاء الله عليه دايما مداليات زهبية وفضية وبرونزية في بطولات العالم فده لعيب استثنائي بالنسبة لنا ده حالة إحنا عايشينها ما أعتقدش إن إحنا مرة علينا لعب بالإمكانيات دي في الألعاب عموما بشكل عام يمكن أن الخماس الحديث طبعا يمكن دي كانت أول مدالية في تاريخ مصر في الخماس الحديث يمكن إحنا بنتكلم على لعب استثناء إذا ما ذكرت نتمنى له طبعا التوفيق يعني محتاجين يعني نحافظ عليه بقى يعني يمكن إحنا شوفنا كارم جابر في 2004 وحق المدالية الزهبية وبعد كده جيف بكين أخفق لا إحنا عايزين نبدأ نحافظ على أبطالنا نبدأ ندعمهم لأن هم فعلا اللي حيقدروا يفرحونا الفترات الجاية سواء النهاردة سواء فلوس أنجلوس بإزدنا الله صحيح